بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم مرحبا بكم عندي اليوم في وصفة جديدة راح ندير معكم كيك كيك تاع الصباح يصلح للصباح للمساء كيك هالشيش خفيف يعني بنا ما شاء الله المقادير تاعه يعني سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت نروحو نقولو عنا 3 بيضات من توسط الحاشم عنا كمية عزبيب نقصلتها بشوية دعمة مغلي ونشفتو عنا واحدة اخميرة حلوة وزن 10 غرامات عنا كاس ناقص اصبع تسكر عادي وزن 170 غرام الكاس دي ما نقوللك 150 ميلي لتر وعنا نصف كاس تاع زيت كي ما راكم تشوفو او 100 غرام تاع زيت طبعا نفضل تكون نوعية مليحة وعنا 100 غرام انتح ليب طبعا خرجتو من الثلاجة نصف ساعة كما تلاحظوا لبنات هنا عنا الزيت والحليب نفس الوزن اللي هي 100 غرام عاوليكم نوريلكم في العبر في البول لدي الفارينة هنا عندي 225 غرام تاع فارينة كنت انخلتها يعني غربلتها لدينا الليمون وقشور الليمون لدينا الشوفان على خائق الشوفان لدينا الاكسخيت لدينا الليمون او اي اكسخيت حبي يعني لك الاختيرات تقديري تانيل افانيه تقديري قشور البرتقال يعني الشي الموسمي المتوفر عنا هنا كيفان نبدو ختمتنا نقوله بسم الله هنا بدنا نحطه في البيت هنا هنا ثلاث حبت بيت كنت تكون بحرارة الغرفة ما تحطوش البيت البارد ما يطلعش لبنات هذي يعني تدابير ونصائح يعني خاصة المبتدئات نحن نخدم مع المبتدئات طبعا هنا يا نحط السكر تاعي اللي هو 170 غرام سكر طبعا كيك ماش راح يجي حلو ولبنات هذي الوصفة انا مجربتها وديما نخدمها تعرفوا خالدكم ما تحبش الحلاوه بزاف يجي طعمه هايل راح ندرب درق البيت تاعي والسكر ندربها مليح التاني تبدل لون البيت ومبعد نكمل باقي المقادير هنا دربت البيت تاعي مليح وتضعف الحج متاعه وتبدل لونه انا هنا كنت نزلت بعطر الليمون او تحطي لفاني بهالنحي هذيك الرائحات على البيت ما تبقى ليش مجينيش في الكيك التاعي طبعا تقدر دير يقول تلك قشر الليمون او قشر البرتقال او اي منكه او منسب عندك في البيت احنا مع الاخت يعني مع الربة البيت نديرو لها وصفات بسيطة سهلة وسريعة في متناول جميع اهنا يا لبنات بعد ما دربت البيت تاعي مليح قدتلكم ندرك نحط الحليب تاعي شوفوا معايا ها ونزلت بالحليب تاعي ها وليكم شوفوا نحط الكمية كاملة اللي هي ميات نغرام تاع حليب عنا لبنات نحليب وزنت ووزن ووزن فوق الميزان وزنت ميات نغرام حليب دركة راح نزيت ميات نغرام تاع الزيت التاعي شوفوا لبنات الزيت يهودو غير بالشوية شوفوا راح اباين في الصورة في الفيديو راح نهود فيه بالشعره كنقولو احنا ونضرب وباش البيت تاعي هادك يطلع مليح والزيت هادك كامل نخلطو يدخل ويتزينس في الخان يتاعي مليح كي نتأكد بلي البيت والسكر هادك والحليب تخلي معهم الزيت مليح نحب بس نجيو هنالي المولتاعي شوفوا لبنات المولتاعي هنا دهنتو بالزيت المولاكم تشوفوا الحجم بتاعه كبير هنا تشوفوا الكارت وارقة الطاهي هادك كيف قصيتو حكمتو في اليكوتيف الربعة وقصيتو من الجانب بتاع القنت فهمتوني باك نحطو في البلا يدور معايا البابي هادك الورقة هادك ما يغبنيش داكور شوفوا ها كيف هنطبك فيه نحاوليكم باه يساعدني الكيك تاعي خطرش خفيف باه ما يتحقش معايا هاكم معايا هاده هي ندركها واش ندير ندهن البلا تاعي الورقة هادك الطاهي ندهنو مليح بالزيت بالفرشيات كيما راكم تشوفوا تبعوا معايا وصفة سهلة سهلة والله وتتحصلوا على واحد الكيك لبنات رائع بآتم معنى الكلمة هادي وصفة راني من بكري نخدمها كانوا ديروا بكري 4 كار انا كنت درتوا واحد انت عندي واحد الوقت درتوا 4 كار يجي غرب الزبدة جايني شوية تقير ما نقدبش لكم بص هذا والله يخفيف وبنين ويعني وش نقول لكم بل اخص لا درتي لكم فوتور وكليتي هكذا ما يحلي بتاع الصباحة يجي روعة روعة شوفوا هنا عني راح نزلت شوية تعليم قصور الليمون وهناي الزبيب شوفوا لبنات على درت له بالفان هنا هنا ودكو روح نغرب له ان شاء الله باش نحي هديك الفارينة الزايدة انا لها ترتاكة باش كنحطوه في الكيك تاعي ما يهود ليش الاسفل الكيك ويتحق لا يقعد لي نحب ويقعد لي في الوجاه تاع الكيك من الفوق ويقعد في وسط الكيك شوفو هنا الفارينة تاعي هديني غربلتها ننزل نص الكمية تاحها والباقي هذاك ننزل بيه بالصاشي كنقولو احنا الخمارة تاعي هذي هاي باقي تاع الخمارة ليوزن عشر غرامات هكو متشوفو نخلط مليح الشي تاعي هادا بيه 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 هاوليكم باح نتأكد المليزا يغيمو هادوك تاع الخمارة ويقعدوني 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 في الكيك هاي ديكم حفيتها كاملة هاوليك اللي بقعدوني ونخلط بالباقي تاع فارينا تركوش منتير صغير يعني هاوليك نضرب على فارينا ونخلط فارينا ونخلط فارينا قلت لكم فيتاز اكتشوفوا اكتشوفوا اكتشوفواك اكتشوفوا كي فاشنا زينا ونحن نغلط هاوليك انقلطي تاعي تخلط المليح مع المزيج أعني كملت منها هنا هاى هنا هاي البلوك الاله الكهربائيه هذي سيكمل خدمه تاحه درك عوش ندير نجيب السباتير كي ما قلت لكم هاليك نتأكد نتأكد مليح بالليك وش تخلط شوفوا القوام تاع العجينة تاي هاو الكيك تاي زي ما القوام تاع وش شفتو ها درك هنحطو اف المول تاي هادي هي والله ساهل شوفي في ثلاث بقيق تاخد مية يعني حاجة سهلة سهلة اخلاقه وحتى دوكن يجيك ضيف على غرادة بنتك بنتك الصغيرة تروح تاخد مو نورمال والله تاخد مية وعينك مغمضة ها عمليك شوفوا زي ما الله الله والله يجيبولي وش يجيبولي حتى الباطيسريتا عبر هاداك المرطيبات كي نقولوا احنا والله ما ناكلها ناكل هادا وما ناكلش هاداك المرطيبات ناكلش هاداك المرطيبات هادي هي شوفوا زي ما دوكن هاكذا دوكن هاني كمل دوكنوني لزينا داعي نجيب حبيبات الزبيباناني كطرت الزبيبان لبنات ما ديروش بزاف انتو ما شوفوا ديرو غري شوية داع الزبيب شوفوا اني خليت كمية منه وانا قلت ندير بيها كيك مرة اخرى زدنا عادو بارك واخلا شوفوا وجيبت رقائق الشوفان ناها عليكم زي نبيع من فوق يعطي منظر والله يا روعة دخلوا دخلوا الحويج الصحية في الماكلة تعكموا في القاطو في الماكلة العبد صحتنا مبقتش كيما بكري وعبد على روحه على ولداته وليزم العبد يتولى ياري ها هي الدنيا كيما نشوف نقبط المول تاعي باكش مكين فقعه تمه في المول هذو كيوا يخرجوا ناها وليكم دركة نوكو نحطووه في الفرن يطيب كي ما قلت لكم مياو سبعين درجة على خمسة وربعين دقيقة شوفوا كيك داعي ياخيان مجد يا ملع زيدا الريحة الريحة لبنات وش نقول لكم يمه يما يما لا يشبع منه وما نقدب عليكم شوفوا دكما بقالي غنديلوا شوية هذيك تحكم في تير من الفوق انبنسي هكا ولكش ما عندكم جولي تاني جي هبب بجولي أنا فضلي جولي والله ليس انسيال شوفوا شوفوا ليكوتي شهيدكم في الجنة والبنات المريضة ونتواح ما نقول لسمحيلي ياختي تحية من هذا المنبر لأحبابنا وفاميلاتنا وعيلاتنا اللي رعام في الغربة الله يحفظكم إن شاء الله ويجي ويشوفوا ماليكم إن شاء الله ويكونوا بخير وتفرحوا إن شاء الله حتى انتم ما معاهم شوفوا البيكتاعي يا لبنات اللي كوتيزي ما أحمر يهب يهب الله الله تسلم إيدي يا وحية عيني هاي ذيك خالتكم دور كان يتبانسي بلكم في تير كان عندي غير تعلم الشماش والله ما لقيت الجلي ليس انسيال حد شي ما أنا ندير وصفات سعلة بالشي اللي قدرنا عليه بصح المهم الفايدة كيتخرج نتيجة هائلة حاوليكم حبو كما كنت لكم ديرو لوز ايفيلي في بلاسة الشوفان تديروه ايفيلي ولا ديرو كاوكا ولا نيشي اللي كاين نوعو نوعو مش محط ما ديروه الشوفان بصعب الشوفان أنا عجبني مقدبش عليكم عايو عليكم شوفوا شوفوا كيف عطب شوفوا الزبيب وراه شوفوا والله ما كينا حبه وكتلي للقاعة على الأخرى شوفوا حاكم غير ما الفوق الزبيب قعد شوفوا كيفان فخفخ يا يمه يا يمه ما هو تشغله تحته هاوليكم نقصيته والله قصيته وقصيته وسخونة لبناتنا وما ما نخليها حتى يبرد بصح والله على جالكم قدت نقصوا بها لبنات يشوفوهم الداخل كيف عجب خلتكم نجيب لكم غير الحاجة المليحة لبنات وحاجة جديدة وشوفوا ولي زين غديون صو برصان مع ناشت مسخير هادراء صحيحة شوفوا كيف هيرجب يا بابا حناني مو اللهم عاولوا كاستعطي ها قد الله الله شوفوا القشرتي على الليمون كيف هيربانوا في الصورة شوف شوفوا شوفوا كيفان فخفخ تشتي صبعي زي ما هذا كذا رب تسكت تقفل علي الباب اني قريب مت نقول الحمد لله وخلاص صبعي زرق خلاص المهام هذا هو الكيك تعنا شاهدكم في الجلال عزيز داعي ونتوح ما كيما نقول لكم أختي سامحيني ولا مريد ربي شافيها ان شاء الله ونقول لكم لحباب العزيز ديما كنتفرحوني بليكم ودير وكتر خيركم وربي يعطيكم ما تتمنوا وربي إن شاء الله رزقكم الجنة وما يحرمكم النعيمة وربي يجعلها نعمة دايما علي وعليكم إن شاء الله وإن شاء الله ديما معايا وديما تعليقاتكم الزينة وتحفيزاتكم ديما شوفوا ديما كي نقولوا حنايا أخدمهم في الدنيا هذي وقلوا ما خدمناش الإنسان يحسن الخوف ويحفوش يحضر ويعمل الخير ويقولوا ما درتش شوفوا اللبنات الشرائحة على الكيكتاعي لاني قصيتهم شوفوا زيما شوفوا الشكل تاعه حاوليكم عملي مرسو وحاوليكم الكيكتاعي الله الله شوفوا اللبنات بعد ما يبرد أخلا بعد غطوه بالبابيفيل فهمتوا ما ما تغطوه شوه سخونة أو يفزي ولي حالة المهم حاوليكم لطرنش أنا وولاديهم جوكلة وبيعت لسانسيال طالوا لي فروحكم مع السلامة اشتركوا في القناة